كلنا نغضب والغضب ليس بعد شوية ممكن نبحثه ليس دائما سيء ممكن يكون نوعات بتسمى غضب إيجابي أو غضب مقدس لكن نحن عم نعالج الغضب بالمعنى السلبي أكتر بمعنى المستحكم في الإنسان وبيصير طبعا الإنسان فلو بدنا نلخصه أو نعرفه نعمل دفينيشن لقلو فينا نقول الغضب هو شعور بالاستياء أو الانزعاج الشديد نتيجة أمر ما نعتبره ظالم أو غير محق خاصة تجاهنا أو تجاه أحد أفليت يعني نحن نعتبره صديق أو قريب منا مثلا لو أنا سمعت أنه في سيارة لحقت سيارة تاني ودهست السيارة ونزل الشخص وأطلق النار وهذا بالصين أو باليابان حصل نشعر بالانزعاج بس لو هذا حصل بالشارع قدام بيتنا نشعر بالانزعاج أكبر ولو كان الشخص المطلق عليه النار ابننا أو أخونا نهتاج جدا فأظن الغضب له عدة بس هو شعور بالانفيرنس عدم العدل أو الظلم الاثنين قد يكون حقيقي قد يكون غير حقيقي أنا أعتبر أنك أنت ظلمتني بس ما بالواقع ربما أنا أكون ظلمتك أو ربما أنت ما أصد أنك تظلمني أنا إنسان حساس وفسرت وكذلك تجاه شخص أو أشخاص بهمنا أمرهم ترجمة نانسي قنقر